اهلا وسهلا سلام عليكم معكم عواد الشمري ومعي ضيفة الاستاذ عبدالعزيز الاسحيباني محاسب قانوني يحاصل على الزمالة السعودية والزمالة الامريكية اهلا وسهلا استاذ عبدالعزيز يا اهلا فيك اخي عواد سعيد بتواجدي معكم اليوم واتمنى ان شاء الله ببن الله ان اقدم الفائدة باذن الله شكرا لك الاستاذ عبدالعزيز سعيد عبدالعزيز اول شي قدنا نتطرق لقصة دخولك للمحاسبة والمجال بشكل عام طبعا ممكن دخولي للمجال او مهنة المحاسبة يختلف عن بعض الزملاء في المهنة هذيني عملت اكاديمي فترة بعدها دخلت المجال المهني دخلت المجال المهني عام 2017 مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كمراجع في قسم ضريبة القيمة المضافة وكتطبيق ضريبة القيمة المضافة هذه هي بداياتي كذلك بعدها بسنة التحقت في مجال المراجعة مع شركة ديلويت انتوش جميل جميل ساعد العزيز ودنا نتطرق بشكل بالبداية عن شوف الخريج بشكل عام يبحث عن افضل فرص المتاحة له فودنا نتكلم ما هي الاشياء الاساسية التي لابد تواجدها في حديث التخرج لدخول سوق العمل بشكل عام حسن طبعا دائما الخريج او يطلب من الخريج عدة ميزات عشان يستطيع ينافس في السوق من ضمنها المعرفة وجود المعرفة لدى المتقدم دائما بالوظائف تعتبر مفتاح للحصول على الوظيفة كذلك لدينا المهارات يتم قياس مهارات السوفت سكيلز كذلك مهارات استخدام الحاسب ومايكروسوفت اوفيس جميع هذه اشياء او ميزات لدى المتقدم تؤدي بمفضلته عن الاخر بشكل عام يعني في سوق العمل طيب سعبد العزيز ما هي الاشياء الاساسية المحفزات التي تعتقد انها تجذب الحديث التخرج لبيئة العمل بشكل عام طبعا اتكلم الان عن بيئة العمل في الشركات المهنية بشكل محدد دائما الخريج عندما يتقدم للشركات المهنية دائما يبحث عن تطوير قدراته ومهاراته في طبيعي شركات المهنية بيئتها محفزة للمعرفة مثلا معرفة المعايير معرفة الانظمة لان الشركات المهنية تكون دائما ملمة في تطوراتها الحديثة في المعايير المحاسبية او معايير المراجعة كذلك في الانظمة واللوائح داخل المملكة العربية السعودية دائما الشركات المهنية تكون سباقة في معرفة وتطبيق هذه الاشياء لذلك المتقدم ينظر الى هذه الاماكن انها مصدر لزيادة معرفته وزيادة مهاراته كذلك الشركات وتحديد الشركات الكبرى دائما ما يكون لديها انظمة داخل الشركة التحديد انظمة خاصة في العمل وليس نظام يعني مقصود في اي تي او شيء لا نظام او مثوديولوجي كذلك دليل واضح للعمل هذه الادلة دائما تساعد المتقدمة او الموظف الجديد والحديث انه يلم في المتطلبات الخاصة في المجال المعين فمثلا لدينا مثلا قسم المراجعة دائما ما يكون لدينا مثلا نظام موحد لقسم المراجعة في جميع الانظمة واللواحة الجديدة تاريخ تطبيقها كذلك طريقة تطبيقها جميع هذه الاشياء تساعد على تطوير الشخص حيث انه بيمكانه انه يتطور في فترة قصيرة مقارنة بالاماكن الثانية لذلك دائما تكون هذه جاذبة للشخص حتى يبدأ مسيرة المهنية فيها ويحصل على معرفة كافية وكذلك مهارات كافية بيمكانه انه يدخل سوق العمل من او سعبه اضياني جميل جميل جدا طيب نلاحظه بشكل عام في سوق العمل تصير بعض الممارسات الموجهة للمتدربين او حتى حديثين التخرج بشكل عام في بعض الشركات وبعض بيئات العمل تتعامل مع المتدرب على صعيد هامشي نوعا ما اعني بهذا انها ما تعتمد عليه كأنه موظف عندهم باسناد المهام فكيف ترى تأثير هذه النقطة على انتاجية الشركة او المنظومة بشكل عام هذا شي طبيعي يصير في جميع الشركات دائما الموظف الجديد او كذلك المتدرب يكون فيه مساحة او غاب بانه ما يوكله اعمال تكون يعني صعبة او تكون دقيقة او تكون حساسة مثلا لذلك دائما يلاحظ ان المطلوب منه اشياء محددة وممكن انه بعض المرات يجلس ما عنده شي يعني ما عنده اي عمل وهذا انا عارف انه بعض المتدربين يطلقون منه ولكن انا دائما انصح بالمبادرة لا بد انك تكون مبادر يعني انك تذهب لمديرك المسؤول عنك تبادر بالعمل اقتراح كيف اقدر اضيف العملكم حاول انك يعني انك تكون قريب من الفريق مو انه ما اعطوك اي عمل ممكن انك تجلس بس كده لا حاول انك تبادر طبعا يعني اتكلم عن قصة يعني عن المبادرة اتكلم عن شخص او موظف صار معي يعني بدون ما اطلب منه عمل معين جابوا لي ويعني الصراحة تفاجأت ساعدني على اني ابني ثقة مع هذا الشخص بامكاني اعطيه مهمة اكبر ومهمة اصعب لذلك المبادرة دائما هي المفتاح المشاكل مثل هذه المشاكل جميل جميل جدا طيب ودنا نتكلم عن تأثير بيئات العمل بشكل عام في مختلف القطاعات ومختلف المنظومات هل تحس ان بيئة العمل لها تأثير مباشر على على الانتاجية للمنظومة بشكل عام وكيف لو كان فيه لها اثر سلبي كيف ممكن ان نقدر نحسن من انتاجية الموظفين بناء على بيئة العمل بشكل عام طبعا بيئة العمل شيء اساسي لنجاح المنظومة لانه المنظومة بدون موظفين ناجحين ما راح تنجم وهذا شيء طبيعي لذلك توفير بيئة عمل شيء اساسي لكن بامكانك يعني انا اقول بامكان الموظف بوجه عام لابد ان يتحديد اهداف زي ما نحدد اهداف اول ما نتخرج عندنا اهداف طويلة اهداف بعد 20 سنة 15 سنة انا مفروضة حققة في اهداف قصيرة دائما عشان تعرف ان بيئة العمل ناجحة وبيئة العمل داعمة لك لابد من وجود نسميحنا بنشمارك او اهداف بامكانك انه تقيسها في نهاية فترة معينة وتشوف انت مثلا هل البيئة هذه داعمة لاهدافك او لا فالبيئة مهمة جدا كذلك قياسها ومعرفتها وتأثيرها عليك عن طريق اهدافك هل تم تحقق اهدافك فمثلا نتكلم عن الشعادات المهنية انا هدفي مثلا بعد سنة الحصول على الزمالة هل المكان يدعمني مثلا هنا السؤال هل فعلا اجتزت مواد هل الاهداف اللي انا سويتها مثلا حققت للمطلوب هنا لابد انك تعرف اهمية بيئة الهمل يعني وكذلك وجود بيئة عمل ممتازة هي اللي تدعمك تحقيق اهدافك ميل جدا طيب دامنا اطرقنا للموضوع الشهادات المهنية لطالما يصير فيه تساول بشكل عام للناس اللي في مجال المراجعة وفي مجال المحاسب بشكل عام ما مدى تأثير حصول الموظف او الخريج لشهادات المهنية واذا كنت انا مثلا على رأس عمل اعتقد فيه قصص كثير على صعيد سكبة مثلا فيه ناس تتفاوت في التوقيت سنة سنتين ثلاثة اربعة فكيف اقدر انا احصل على الشهادة المهنية هذه وكيف اقدر احصل عليها وانا موظف طبعا الشهادات المهنية مهمة جدا مهمة جدا للخريجين مهمة جدا للي يعملون في قطاع او في مهنة المحاسبة فيها تسقل الشخص من ناحية المعرفة كذلك النمو الوظيفي تساعدك على النمو الوظيفي عندك الاهم البارت اللي اقوله قسم المادي المالي كذلك تدعم القسم المالي بحيث انه ارتفاع الرواتب للحاصلين على الشهادات المهنية طبعا الله ملك الحمد في ظل وجود هيئة المحاسبين الان وجدنا عدة شهادات ومكان الشخص يتخص هذه الشهادات فطبيعيا او انه تأكيدا على كلامك انه الوقت المبذول لشهادة مذنة الخصائية ظلم تقييم مضافة مو نفسها المبذول لزمالة لذلك دائما مفتاح النجاح في شهادات المهنية وانت على رأس العمل اللي هو ادارة الوقت ادارتك للوقت مهم جدا بحيث انك تستطيع توافق بين عملك بحيث انه ما يأثر على عملك وبنفس الوقت عندي وقت اني اذاكر فيه لشهادات المهنية او الشهادة المحددة يعني او الهدف لذلك نحصل يعني مثلا اللي يدرس مثلا السكفة مثلا ممكن يكفيه ثلاث ساعات يوميا مذاكرة بينما خصائي الساعة خصائي ضريب تقييم مو أضافة ممكن ساعب يوميا لذلك ادارة الوقت بين العمل وبين الشهادات المهنية مهم جدا ومفتاح للنجاح انتطرطنا قبل شوية لبيعة العمل هذه من الاشياء المهمة جدا هل بيئة عملك تدعمك في الشهادات المهنية يوجد بعض الجهات وكذلك الشركات المحاسبية يوجد لديهم اجازات متعلقة بالاختبارات المهنية فالمتقدم يكون له اجازة معينة قبل الاختبار بيمكانه المذاكرة بيمكانه الاستعداد للاختبار لذلك نعم الشهادة المهنية مهمة جدا للمهنيين فيها عدة جوانب فائدة يعني معرفي وظيفي وكذلك أمالي ولكن ايضا ادارة الوقت للحصول عليها وكذلك يعني انا دائما انصح ان الحصول عليها في الوقت المناسب الحصول عليها في الوقت المناسب هذا مهم جدا لذلك دائما انصح الخريجين وحددين التخرج لا تقول انا بنتظر الوظيفة لا ابد بالشهادة لانك مجرد انك تجتاز بعض الاجزاء من الشهادة مثلا السقبة تجتاز مادة ما يدتين قبل الوظيفة هذا يتساعدك كثير في باذن الله تعالى باجتيازة بوقت قصير اثناء وظيفتك بحيث انه ما يأثر عليك مستقبلا في ادارة الوقت لذلك دائما نلاحظ انه فيها صعوبة للاشخاص اللي يتأخرون في الحصول عليها ممكن يوجهون صعوبة مستقبلا بالحصول عليها والسبب انه الوقت لانه يكون عنده مهام اكثر فادارة الوقت يكون اكثر يعني ما يكون عنده ساعات كثيرة للاستعداد للاختبار لكن تحصلوا ما يقدر يجتازة او انه يقول انه صعب ان يجتازة لكن دائما حدثين التخرج وما شاء الله تبارك الله يعني نشوف الان الحاصلين ما شاء الله تبارك الله اكثر ومحدثين تخرج يعني وهذا شيء جميل الصراحة شيء مفرح طيب كيف اقدر اتأكد او اخذ القدر الممكن من الاستفادة خلال بقائي في جهة عملي وانا حديث تخرج صحيح طبعا دائما انصح انا حديثين التخرج في عدم خلنا نقول دورانا وانه الروتيشن بين الوظائف بشكل سريع لانه مثلا اذا اشتغلت انت بشركة معينة ممكن انك تجد السنة لكن ما تاخذ جميع الفوائد والمعرفة بهذا الشركة لذلك البقاء لفترة اطول هو افضل شيء يعني دائما انك تكون سباق للعمل دائما ما يعني تظهر حسك بالمسؤولية جميع هذه تساعد انك تكسب اكثر قدر واكثر يعني معرفة ممكن الحصول عليها هذه طبعا راح تساعدك بعد يعني ما نقول سالسنوات اربع سنوات من عملك في هذه الجهة بالحصول على المعرفة الكافية والمعارات الكافية اللي باذن الله تعالى بتساعدك في النجاح المهني المستقبلي جميل طيب ودنا نقتتم اللقاء في نصيحة او نصيحتك لحديثين التخرج بشكل عام طبعا دائما نصيحة الحديثين التخرج انه الشعادات المهنية لا بدنا تكون هدف واضح ولا يؤخر هذا هو الشيء الثاني تحديد المسار المهني من البداية يعني هذا شيء ممتاز وهذا شيء راح سرع نموك الوظيفة بشكل افضل لذلك دائما نحصل بعض الناس يقولك لا انا بشتغل في المكاتب المحاسبية مثلا او بشتغل فضل الشركات او مثلا اذا ما حصل له مثلا فرصة بالشركات المهنية او المحاسبية يقول انا مثلا الهدف حقي غير لا يمكن تحقيقه هذا خاطر صراحة الشركات المهنية يعني هي جزء لا يتجزى من الشركات الاخرى وهي داعمة والكل داعم للاقتصاد للبلد بالنهاية انت اذا حصل لك فرصة هنا ممكن تستفيد ولكن ممكن تروح لشركة ثانية او مجال ثاني وتبدع فيه ويصير هو المجال المتخصص لك لذلك يعني لا تحط داعما عدافك مع مجال معين او شركة معينة دائما خليك نصيحة دلو يعني انه انه يكون بالك يعني او تخيلاتك اوسع بحيث انك ممكن انك تعمل في البداية في اي مجال تمام في اي مجال يعني ممحدد لازم مثلا مكاتب محازبية او مثلا شركات خاصة او شيء زي كذلك خليك متفتح على فكرة العمل في اي مجال بعدها بإذن الله بامكانك كسب الخبرة بامكانك بإذن الله تعالى الحصول على الخبرة الكافية وكذلك الذهاب اعلى واكبر في مجالك لطيك الفعافي استاذ عبدالعزيز شكرا لتلبية الدعوة سعيد جدا متواجدي معكم وكذلك اتمنى التوفيق للجميع وان شاء الله اننا قدمنا الفايدة المطلوبة